الراديو 9090 هواها مصري ونخليكم البعض أما بقى محمد رمضان فنزل على تويتر صورة بتجمعه بشريف مونير وعلق رمضان على صورة وقال شريف مونير الفنان الشامل استنكر بقى خلد الصاوي حادث التفجير الإرهابي اللي حصل في تونس إمبارح الصبح وكتب الصاوي على تويتر نستنكر حادث الانفجار المروع ونسأل الله العلي القدير أن يشفي الجرحى والمصابين حفظ الله تونس منارة للتنوير والتحضر مثل هذا التخريب سيكون دافعا أكبر لامتلاء قاعات العرض والمنصات الثقافية المقبلة في مهرجان أيام قرطاج المرتقب في مواجهة فكرية ضد أفكار الظلام أما صعب الرباعي فكتب على تويتر لن يرهبونا ولن ينالوا منا ومن استقرارنا فهم قلة ولا يمثلون الشعب التونسي الحر والمحب الحياة وعلى أصحاب القرار أن يهتموا بالشعب وأمنه وأمن البلاد ويثبتوا وطنيتهم ويتركوا كل التجاذبات السياسية ورقدوا وراء المناصب ولا ينسوا أن التاريخ لا يرحم تحية تونس وشعبها نزلت بقى إناس عز الدين صورة على فيسبوك بعد نجاتها من الحالة التي تعرضت لها وقالت نجمة أرب آيدل اتكتب لنا عمر جديد العجلة الخافية فجرت فجأة على السريع وأربع عربيات دخلوا فينا من كل الاتجاهات ولولا ساتر ربنا كان زمننا في عداد الأموت والعربيات تعدي وتتفرج علينا وتمشي وما فيش إنسان أو راجل عنده نخوة أو شهامة وقف يشوف فينا إيه أو يطلب إسعاف أو أو الخير قال لي أوي والناس ماتت بالحقيقة أنا مستغربة الحقيقة لأن يعني أنا عادة لما بشوف أي عربية في الشرع بلاقي ناس كتير جدا وقفوا سواء راجل أو ست يعني فأنا مستغربة وهي أكيد بقى كنت على طريق سريع وحي مش عارف ده وانت كاتبه فجأة على السريع يعني معنى كده إن ده طريق سريع فما حدش هقدر يقف بس وجهت بقى إليسة رسالة شكر لكل اللي هنوها بعيد ميلادها وكتبت على تويتر لا يوجد شيء أفضل من أن تكون محاطن بالنس بتحبهم أحبك وكلكم على إنسجرام نزل أبو صورة مع مراته في عيد ميلادها وكتب أبو قال يعني أسعد عيد ميلاد حبيبتي كمان عبر عمر محمود ياسين عن حظن شديد لرحيل جوز خالته مهندس الديكور بدرة يسير وكتب على فيسبوك بدرة يسير مش جوز خالتي بس دم ربيني ده أبويا التاني حقيقي ده البرانس بدوره اللي كان يلمنا في العيد وشم النسيم ويقف هو على الشوايا يشوي وينبسط إن أنا بناكل ويتطمن على التدبيلة كانت لابتسامة ما تسبش وشه لأن روحه حلوة ودمه شربات دايما كنت بشوفه صغير مهما بيكبر وإذا جاء معناها إن الأعداء هتحلى ووفاتك تقيل علينا والله يا بدورة ربنا يكفينا ويكفيكم شر المرض وخصوصا مرض العين لكن في الأول والآخر ده إرادة ربنا وإنا لله وإنا الله يراجعون بقاء لله طبعا